الحقيقة أنا مقصرة بصراحة من ناحية الألبومات أنا بتأخر شوية يعني المفروض إنه سنة ونص لسنتين مفروض الألبوم أنا ما بعرفش أعمل الألبوم فأقل من سنتين ونص لغاية تلات سنين سنتين ونص تلات سنين الألبوم وكمان ظهوري قليل في سوشيل ميديا دي حنا ما لقينا الكيش سوشيل ميديا خالص أنا مقصرة شوية يمكن بركز في الأوديو أكتر يعني في ناس اللي يتقوم الصبح آه صباح الخير أنا خارج أنا بأكل جدا أنا تغديت عشان أتعشيت أنا سفرت أنا رحت أنا جيت ليه مش عندك ما عنديش الموهبة دي دي موهبة؟ آه طبعا دي موهبة تانية طبعا بتحتاج نشاط وبتحتاج يعني حماس والحاجات دي أنا ممكن أتحمس أسبوع عشر تيام وأرجع أنام تاني ما أبعرفش أنا بنسة يعني ما سوف أبقى خارجة ولابسة وكل حاجة هم جاهزة نفسي أنا هتصور أرجع البيت وافتكر أن أنا لازم أتصور بعد ما ألبس الفيجامة يعني مفيش فائدة ما برضو ممكن تعمل في السوشيال ميديا فيه لغاية يوصلوا لغاية الفيجامة جدا بس ما تناسبنيش أنا موهبة الفيجامة لا بس بس أنت مش حاسة أن دي بقت جزء من شخصية المطرب أو الفنان يعني ما بقاش حاجة ينفع تعيشي من غيرها ولا ينفع من غيرها بجد يعني بصراح ينفع أكيد ينفع من غيرها أكيد ينفع من غيرها أكيد طبعا لأنه بص فيه فنانين كبار جدا ومش نشاط على السوشيال ميديا بس ده ما يمنعش أنهم الأعلى أجرا والأكتر طلبا في الحفلات والأكتر طلبا في الإعلانات والحاجات دي طبعا وبتلاقي ناس برضو ما عندهمش أي صفة في الحياة هو كل حاجة أنه هو نجم من نجوم السوشيال ميديا بيدحك يعني لذيذ في الكلام يعني أو صوره دماء خفيفة أو غير متوقع أو صور حلوة بيعمل مجهود في الصور بس زبطه بتلاقي عنده ملايين الفلورد ده ما بيسنعش نجم يعني بلاحظ أنه فيه كثير